صلاة جمعة غير عادية في افتتاح مسجد ابن روشت جوتل ببرلين وسط حضور كبير من الصحفيين الذين جاءوا لتغطية الحدث اما المصلين مرأة ورجل تلوا بالتناوم ايات من القرآن المصلون بدورهم انتظموا في صفوف يختلط فيها الرجال والنساء الكل هنا يدركون ان التغيير يخيف الكثيرين لكنهم يؤكدون على حقهم في الصلاة بهذه الطريقة اول مرة حدثت داخل حديقة عامة في لندن عمري في حياتي ما حسيت ان انا متكاملة كانسان روح وجسد مثل هذا كاليوم اما خطبة الجمعة فكانت من نصيب المحامية ذات الاصول التركية سيران اتش الناشطة الحقوقية مشهورة في المانيا بدفاعها عن حقوق النساء المسلمات ونضالها من اجل تحسين الظروفهن الاجتماعية شكرا